تسببت الهزيمة القصية التي تعرض لها المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم يوم أمس نتلت أمام ناظره المنتخب الجنوب الأفريقي بنتيجة هدفين دون مقابل برسم دور تمنى النهاي كاسمم إفريقيا في انقسام كبير وسط الشارع الرياضي المغربي بين مؤيد لبقاء وليد الرجراجي على رأس العارض الفنية للأسود ومعارض لذلك وحسب معلومات صحفية فإن الناخب الوطني وليد الرجراجي طلب استقالته شفويا من فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مباشرة بعد الندوة الصحفية التي عاقبت المبارأ وذلك بعدما اعتبر نفسه هو المسؤول الأول عن الإقصاء المبكر من نهايات كاسمم إفريقيا وفادت نفس المصادر أن الرجل الأول داخل الجامعة الملكية المغربية لفوز القجع رفض طالب الناخب الوطني وليد الرجراجي بخصوص تقديم استقالته وتشبت ببقائه كمدرب للمنتخب الوطني رفقة أعضاء طاقمه التقني والطبي مبرزة أن الإخفاق الأخير للعناصر الوطنية أنه صحيح شكل صدمة قوية لدى جميع الفعالية الرياضية والجماهير المغربية إلا أنه لن يكون سببا في إقالة الناخب الوطني الحالي الذي حقق بالأمس القريب إنجازا تاريخيا وغير مسبوق خلال نهايات كاس العالم بقطر 2022 ترجمة نانسي قنقر